ملحمة عسكرية متكاملة الأركان سترها أبطال قواتنا الجوية في حرب أكتوبر البطولات والملاحم النضالية التي أنجزتها قواتنا الجوية وأبطالها البواسل لم تكن وليدة المصادفة أو انتصارا مفاجئا وإنما نتيجة تضحيات بالأرواح والدماء وإصرار وعزيمة على النصر حرب أكتوبر المجيدة تعد علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والأسلحة بالقوات المسلحة في أن تكون مفتاحا لنصر مبين الدور الذي قامت به القوات الجوية في نصر السادس من أكتوبر عام 1973 يعتبر ملحمة بطولية حيث خاضت معارك قبرى ضد طيران العدو الإسرائيلي وكبدته خسائر فادحة خلال حرب أكتوبر سطرت القوات المسلحة بطولات شهد لها العالم وجاءت أعمال قتال القوات الجوية في الطلعة حيث قامت بالعديد من البطولات منها الضربة الجوية التي أفقدت العدو توازنه في بداية الحرب وكانت الضربة الجوية الرئيسة مكونة من أكثر من 200 طائرة مقاتلة لضرب الأهداف المعادية الإسرائيلية المحددة لها داخل سيناء وقد تمت الضربة الجوية في صمت لاسلكي تام لتجنب أي عمليات تصمت معادية يمكن أن تكشف الهجوم المصري ومرت التشكيلات الجوية على ارتفاع منخفض جدا وفي مسارات تم اختيارها بعناية لتفادي وسائل كشف الدفاع الجوي المعادي وكان لذلك المرور فوق التشكيلات المصرية والقوات البرية عظيم الأثر في رفع معنويات الجنود المقاتلين على الأرض وكانت مؤشرا لبدء ملحمة مشتركة من البطولة للقوات المسلحة المصرية الطائرات عبرت كلها في وقت واحد خط القناة حيث تم ضرب مركز القيادة الرئيسي للعدو في منطقة أم مرجم لمنع سيطرته وعزله عن قواته ثم تتابع بعد ذلك ضرب الأهداف المخطط التعامل معها بنسبة نجاح تزيد على 90% وتم ضرب ثلاثة ممرات رئيسة في ثلاثة مطارات بالإضافة إلى ثلاثة ممرات فرعية في نفس المطارات وكذلك تدمير عشرة مواقع بطيرات للدفاع الجوي من تراز هوك وموقعين مدفعية ومركز حرب إلكترونية والعديد من مواقع الشؤون الإدارية واستمرت هذه الضربة حوالي ثلاثين دقيقة ونظراً لنجاحها في تنفيذ أكثر من 90% من المهام المكلفة بها تم إلغاء الضربة الجوية الثانية لعدم الحاجة إليها كما خاضت القوات الجوية معاركها في حرب أكتوبر المجيدة بكل كفاءة واقتدار منذ البداية وحتى النهاية وتألقت القوات الجوية المصرية في يوم الرابع عشر من أكتوبر عام 1973 معركة المنصورة تألقت في أداء مهامها بكفاءة عالية شهد بها العدو قبل الصديق وقد شهد العالم للطيار المصري روعة الأداء في حرب أكتوبر ولقد أثبت هذا المقاتل بقوات الجوية خلال الحرب المجيدة صلابة معدنه وشدة بأسه في القتال بمعدلات أداء عالية بما تيسر له أن ذاك من سلاح خاض به معارك البطولة والتضحية والفداء موسيقى